السلام عليكم مرودي ومرحبا بكم معي في وصفة اليوم ومرحبا أيضا للأشخاص اللي أول مرة كيزوروا قناتي كنقول لكم مرحبا وألف مرحبة وإلى عجبتكم الوصفة فما تنسوش الضغط على الزر الأحمر زر الاشتراك وأيضا تفعيل الجرس باش قدت توصلوا بجديد كل وصفات وما تبخلوش عليها بإعجاب للفيديو ومشاركته مع الأهل والأحباب اليوم إن شاء الله غد نحضر معكم مركز الحامض بكمية وفيرة فبكيلو فقط من الليمون أو اللم من الحامض كتعطيني خمس لترات من عصير الحامض كيجي لديد ومنعش لمائدة الإفطار رمضانية وأيضا غيدفعنا في الصيف وفي الجو لكيكون حار فهذا العصير جد منعش اقتصادي ورائع وأيضا ذيك البقاء اللي كتبقى لي من الحامض فما كنضيعاش كنحضر بها أشياء أخرى فما عليكم غير تبوا معي الفيديو إلى النهاية باش قدت تعرفوا معي تتمة ديالفيديو أشنو غادي نحضر بهذا الكيلو ديالليمون فبسم الله على بركتي الله بنسبة المكونات عندي سبعمية وخمسين جران ديالسوكا الخشن أي سوكا سنيضا وأيضا كيلو من الحامض لك من الأحسن تكون هاد النوعي لكيكون لون ديال القشر ديالو أصفر كنغسله جيدا وكنخليها مرقد فوح البانيو مع شوية ديال الخل تقريبا الليلة كاملة بشكل ذاك القشر يلو كيتنقالي من أي مواد كيموية عالقا فيه وأيضا كيمتاف خليا ذاك الليمون ومن كالي بنعصره كنلقا فيه كمية وفيرة ديال عصر الليمون فأول حاجة كنبدأ بها بسم الله على بركتي الله كننخد واحد لحكاكة الجهة اللي كيكونو العيون ديالها يعني صغيرة ماشي ديك اللي كيكونو العيون ديالها كبار وكنبدأ كنحكة في القشر ديال ليمون ديالي فبالنسبة لهاد المرحلة فهي كتبغي يعني شوية ديال الخاطر فكنحكو غير شوية ديك القشرة الصفرة الفو كتبليكم يعني تحكات يعني غير بالخف كتدوزوا على الحكاكة يعني بيدتكم بالخف وبسرعة باش ما عاكدا ما كتوصلوش لذيك الجلدة اللي كتكون بيضا لأنه هي اللي كتدير لنا المرورية في أي مركز سواء لا ديال البرتقال لا ديال الحامض فأخصكم ضروري يعني شوية الخاطر ما توصلوش لذيك الجيال بيضا باش ما تعطيكمش لمرورية المركز ديالكم فكيف ما كتلاحظو معايا أنا هنا حكيت غير جهة صفرة فقط ما كتلاحظو معايا يعني ديك القشرة ديال الحامض كيبليكم اللون دياله أصفر يعني ما وصلناش لذيك الجيال اللي كتكون بيضا فهنا من بعد ما حكيت هذيك الكمية اللي عندي كلها ديال الحامض كنضيف عليها شوية ديال السكرشي تبنيات المراعق تقريبا بحق دا وكان بقى يعني كان معكم في اليد ديلي جيدا حتى كتخرج دياله قاعد ديال العصارة ديال المكونات اللي كتكون عندي في القشرة ديال الحامض حتى كتبليكم هكذا يعني تلبس داك السكر سني دا بديك القشرة كنخليه على جانبه هنا كندوز باش كنعصر الحامض ديالي كله يعني كان بقى معلية بالخاطر كان عصره وهديك القشرة القشرة اللي بيضة ديال الحامض بك نعميهاش فكن احتفظ بها وأيضا اللوب حتى هو وكن احتفظ بها حتى الاخير صافي هنا من بعد ما كان عصر الحامض ديالي كله فهدي الكمية اللي كان حصل عليها ديال العصار دياله فمباشرة كان نشده وكنضيفها على هادا كل القشرة وأيضا السكر فكما كتلاحظوا معايا فدابوا مع بعضياتهم صافي مني كانضيف الكمية ديال العصار على القشرة فكن حركم جيدا وكنضيف عليهم ايضا ديال الكمية اللي تبقت عندي ديال السكر الخاشين كان حركم مزيان مع بعضياتهم ومن الاحسن فاد المرحلة يعني تستعملوا شيء آنية زوجاجية تفادي لدوك التفاعلات ديال الحامض مع الاواني سواء ديال الالمينيوم او ديال البلاستيك فمن الاحسن ستعملوا شيء آنية عندكم تكون ديال زوج او ملعقة خشبية ايضا فانا كنحرق المكونات ديالي جيدا كنغطى الوجه ديال الانية ديالي بورقة عفوا بشي غطاء بلاستيك السلوفان ومباشرة كندخل العصر ديالي او للمركز ديالي للتلاجة وفينما كنحلو التلاجة كل ساعة او لساعتين كنبقى نحرك هدك المركز ديالي باش هكذا كيدوب ليه دك السكر كله فهنا من بعد مرور الليلة كاملة هذا هو المركز ديالي كيصبح لها ديالشكل فهدك السكر كيدوب ليه تماما والمركز ديالي كيصبح خاتر فهنا تقريبا كيصبح جاهج اشنو كيبقى ليه كنصفيه كنجيب واحد لما يصفات يكونوا العيون ديالها رقاق او اللي صغار باشا كده ما تخرش لنا دك القشور ديال الحامد اللي حكينا كنبقى كنصفيهم جيدا كيفما كتلاحظوا معي على هاد الشكل وهد الكمية اللي شطلية ديال القشور ديال الحامد فكما كنرميوش كنحطف بمحتوم حتى النهاية هنا يا عندي بلاستيك غداء اللي غادي نخزن في المركز ديالي عندي ايضا لتر مينال الماء اللي تيكون بارد فهنايا بالاستعانة بواحد المغرفة اللي غادي نخذها كمعيار للقياس كننخدوج مغرفات ديال المركز ديال الحامد كنضيفهم على ذاك اللتر ديال الماء وكنحرك وكنضوق هنا يا لجليل مادة قوة هذا فصافي كنحبس ما كانوا بقاش نضيف ثم يعني كتستعنوا بات طريقة وكل وحدك يبقى بطوق ديالها ولي غادي تمشي عليه باشا كده تخزن هذيك الكمية ديال المركز فأنا يجوج مغرفات هما هذيك جوني يعني القياس اللي بغيت لوقو ديال العصار ديالي فكان نوضع ذيك الكمية في بلاستيك غذائي كيف ما كانتلاحظه معايا كان حاول نخرج ذاك الهواء وكانسدهم جيدا كان مقا غادي على هذا الشكل حتى كان نكمل تخزين ديالهم كله فمن بعد ما كان تاهي من تعبئة المركز ديالي في البلاستيكات كلهم كان حصل على أربع بلاستيكات يعني أربع لترات أخذ بعيد الاعتبار ذاك اللتر اللي حضرنا به العصار فهنا كان نخزن البلاستيكات ديالي فيهم المركز في المجمد وبني كان نكون بغاء عصار ديال الحامض فكانجبت واحد بلاستيكة وكان دياله في اللتر من الماء وهناك يصبح عندي العصار جاهز بالنسبة لدوك القشور ديال الحامض اللي تبقت عندي فما كان نرميهاش كيف ما كانتلاحظه معايا هنا فاخذنتها في البلاستيك الغذائي وحتطها في المجمد وفاش كنكون بغاء نسمى الكيك ديالي او لا الترات بالحامض فكانستاعن بهاد القشور لانه صراحة ما كيكونوا لحارين لاتاشي حاجة وكيكون المدق ديالهم رائع وحلو فما كيلاش نضيعهم فاشنستغلهم فعنايا بكيلو ديال الحامض كنحضر عدة اشياء كيف ما كانتلاحظه معايا حضرنا المركز ديال الحامض وايضا دابانيا غادي نحتافض بملعقة من دوك القشور ديال الحامض في بلاستيك الغذائي كيف ما كانتلاحظه معايا كان يعني كان نخبيهم جيدا في البلاستيك الغذائي على هاد الشكل حكا نبقى غاديا كان نقيس غير بملعقة يعني انا حطت هنا ملعقة كبيرة وبقوي عندي تقريبا جوج ملاعق كبارة فكنخزنهم جيدا في ذاك البلاستيك الغذائي ومباشرة المجمد النهار اللي كانكون محتاجة لهم فكنجبدهم كان نسم بهم الكيك او الطرطات ديالي بكل بساطة اما بالنسبة لدوك القشور ديال الحامض اللي تبقوا عندي ايضا فانا كنحضر بيوم الحامض لمسير فتحاجة ما كانتضيعة كيف ما كانتلاحظوا معايا انا خزنتهم في هاد القرعة ومني يعني كي طيبوا كيصبح هدي جايش فكنستعملوا بكل بساطة فكينفعناه بززاف تعلوا وصافات كيف ما كانتعرفو فالحامض لمسير رائع يعني ما كان لاشو نضيعوا هادا كل القشور فكنستغلوا منايا هنية الكمية ديال القشور ديال الحامض لي بقت عندي و ايضا دك اللب اللا بقي عندي منع عصرت العصر فكنحاول نحييد دو كل العضوما كانحيل دهم على جانب وكنخلي غير اللب فقط هندي ملح ملعقة كبيرة DR zaytun فهنية كان ناخد دك الملح ديالي كان عمر دك الوسط ديال القشور ديال حامض كيف ما كانتلاحظوا معايا بالملحة وكانو ضاع دك ال belonging القشور ديال الحامض ديال كيف ما كانتلاحظوا معايا في قرعة ديال الزاج كان نبقى عدي على هذي المنوان حتى كان نعمر القرعة ديالي جيدا بهذاك القشور ديال الحامض من بعد كان ناخد هذك اللوب اللي تبقى لي كان نوضعه في الفوق ديال القرعة كيف ما كنتلاحظوا معي و أيضا كان ضيف هذك الملعقة ديال زيت الزيتون كان حاول يعني معاه بشوية حتى كان خليه ما كنتبقاش في ذاك الفوق لأنه عندي القرعة عامرة كان حاول يعني بوحد الاستعانة بوحد السيكين كان ندير شوية ديال يعني ديال المسافة باش كده كانت خليه ذاك الزيت كتغلغال ليا في القرعة كلها فصافي كان نسدي علاجه إذن فأنا هنا يستعند بوحد البلاستيك غذائي عدا بس الديد بالغلاقة باش نتأكد بأن نرى القرعة ديالي مستدام زيان وما كده تصربش ليا الهواء مني كي يطيب ليا المسيار ديالي فكان ستعملوه بصحة والراحة فهذه هي وصفة اليوم ما كانت مننا تنال إعجابكم وتجربوا تشاركوا الوصف مع أصدقائكم بشكل تعمل فائد أكثر وكنقول لكم بسلام عليكم إلى حلقة قديمة إن شاء الله